حلب محمد نور مراسل شبكة شامل إخبارية إذا كان لك أن توجز لنا أبرز التطورات حتى اللحظة نعم يعني بداية من الاشتباكات العنيفة التي شهدها ريف حلب الشمالي بداية من جبهة نبل والزهراء المواليتين للنظام والتي يحشد بها قوات حزب الله وقوات النظام في تلك المنطقة استطاع الجيش السوري الحر اليوم من إسقاط طائرة مروحية بصاروخ حراري في ساعات الصباح الأولى أيضا ترافق ذلك مع قصف عنيف لقوات النظام على المدن والبلدات المحيطة من بلدتين نبل والزهراء ردا على إسقاط السور لطائرة الحربية كانت أبرزها بلدة ماير شهدت قصف مدفعي والصاروخي أيضا من طيران الحربي وبلغ القنابل الفراغية على تلك البلدة الآن أيضا الاشتباكات العنيفة في جبل شويحني ومحيط حي الراشدين وبعد سيطرة السور على حي الراشدين طبعا دخول لها السور إلى حي الراشدين ومعركة القاسلية هي لوقف زحف قوات النظام باتجاه ريف حلب الشمالي وتمكن السور من السيطرة على غالبية حي الراشدين والآن اشتباكات أيضا بالقرب من منطقة البحوثة العلمية هذه النقطة الاستراتيجية بالنسبة لقوات النظام التي تصل إلى أكاديمية الأسد العسكرية أيضا حي الراشدين أهميته بأنه كان النظام تقدم من ثلاثة محاور باتجاه ريف حلب الشمالي الآن لم يبقى لقوات النظام في جبل الشويحني سوى منفذ وحيد هو محاور جمعية الزهراء وكاتبة المدفعية المتواجدة في ذلك الحي الذي قصفها الجيش الحر منذ قليل بصواريخ محلي صنع أيضا بخزائف الهو طيب هل هناك ثمت مناطق مثلا يعني خلينا نقولها هيك أنه يعني أصبحت في يد الجيش الحر ولكن هناك اشتباكات ضارية من قبل يعني جيش النظام لاستعادتها طبعا الاشتباكات الآن في مدينة حلب هي متوقفة شبه متوقفة ولا وفاترة نوعا ما بعد دخول الجيش الحر إلى حي الراشدين أيضا حياء حلب الشرقي كانت قد شهد تماس مباشر بين الجيش الحر وكتائب النظام من جهة حي بوستان الباشا والشيخ خضر أيضا الشيخ منقصود ولكن ليست بحجم الاشتباكات التي لا تمكن أن نقول أنها اشتباكات عنيفة طبعا معظم الأجوال الآن في مدينة حلب هادئة باستثناء جبهة وحيدة هي جبهة مدينة أسفيرة والرطل الذي خرج منذ عدة أيام إلى مطار كويرس العسكري بالأمس استطاع الجيش الحر من تدمير دبابة لقوات النظام واغتنام دبابة أخرى 255 لقوات النظام من منطقة منعاية في جبال الحص والآن تشهد أيضا اشتباكات عنيفة بالقرب من بلدة أم عمود في تلك المنطقة بين السواء وكتائب النظام التي تحاول إرسال إرتال إلى مطار حلب الدولي سواء أو كانت مطار كويرس العسكري من حلب محمد نور مراسل شبكة شامل إخبارية شكرا جزيلا لك